بينما تحاول السعودية احتواء خطر ميليشيا الحوثي والوصول معها إلى مرحلة سلام بعد أن فشلت حربها الممتدة لخمس سنوات تسلك الميليشيا طريقا آخر مع حليفها الاستراتيجي إيران فلا يزال دعم الأخيرة يتدفق للميليشيا عبر البحار وآخر ما استجد في هذا المنح قول مسؤولين أمريكيين إن البحرية الأمريكية ضبطت شحنة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين ونقلت وكالة أسوشيت بيريس عن المسؤولين قولهم إن العملية جرت شمال بحر العرب ونفذتها سفينة حربية أمريكية وفريق من قوات خفر السواحل ولم يحدد المسؤولون عدد الصواريخ أو الأجزاء لكنهم قالوا إنها شحنة كبيرة وأن القاربة الصغيرة تم حجزه في الميناء وتسليم الأشخاص الموجودين على متنه إلى قوات خفر السواحل اليمنية استمرار تدفق السلاح بهذه الشاكلة يعني أن الحوثيين يستخدمون المفاوضات مع المملكة وسيلة لكسب الوقت وتقوية ترسانتهم العسكرية التي أصبحت تضرب في العمق السعودي فهل تنجح الميليشيا في العمل على خطين متوازيين تكون فيهما الرابحة الأكبر وتستمر المملكة في تخبطها وتقلب وجهها ما بين أطراف الصراع في اليمن لربما فتلك عهداتها القديمة في إدارة ملفات الصراع